موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحييكم مشاهدين الكرام وأرحب بكم إلى حلقة حديث الصحافة لهذا اليوم يواجه السوريون تحديات جمة وخطيرة في مواجهة هذه الحرب التي لا تبقي ولا تذر وعلى التحديات التي يواجهونها في إحدى بلاد اللجوء نشرت صحيفة ييني شفق مقالا لعبدالله مراد أغلو بعنوان المهاجرون السوريون جاء فيه اضطر مئات الألاف من السوريين إلى اللجوء إلى تركيا بسبب الحرب الأهلية تاركين بيوتهم وأموالهم وأعمالهم ونحن في تركيا قررنا احتضانهم فعندما يتوزع عشرات الألاف من المهاجرين على المدن الكبيرة في جنوب شرق البلاد سيؤدي ذلك بطبيعة الحال إلى بعض التغييرات النمطية في تلك المدن ستؤدي اختلافات الثقافة وصعوبة التواصل مع المهاجرين إلى بعض القلق والاضطراب للأسف تابعنا بعض الأحداث المحزنة جدا التي حصلت للمهاجرين في بعض المدن على الجميع أن لا يتعامل مع المهاجرين كمعاملة الضيوف المزعجين فالمهاجرون ليسوا كذلك هؤلاء هم إخواننا المظلومون نقاشاتنا الجدلية حول موضوع المهاجرين لن يحل المشكلة ينبغي إنشاء آليات تشاورا متعددة الأبعاد لأن إشباع بطون الناس وحده لا يكفي يجب أن نستجيب لاحتياجات المهاجرين النفسية والاجتماعية فحتى لو كان المظهر الخارجي للمهاجرين في المدن الكبيرة يوحي بأنهم يعيشون حياة طبيعية إلا أن الحقيقة ليست كذلك أبدا لقد دفعوا إلى حياة يعتبرون أجانب فيها وهم يعيشون معاركة التمسك بالحياة وبالتأكيد ستكون هناك بعض الظواهر السلبية الهجرة ليست بالأمر السهل فالمهاجرون بحاجة إلى زمن طويل حتى يتكيفوا مع الوضع الجديد وليس من السهل تجاوز المعاناة التي سببتها الحرب لأن مئات الآلاف منهم فقدوا أباءهم وأمهاتهم وإخوتهم وأبناءهم يحتاج هؤلاء المهاجرون إلى الأمل والمحبة والرحمة والعطف والسخاء أما التعامل معهم بطريقة تفقدهم الأمل وحب الحياة فهو أمر مرفوض تماما ولا أحد يملك الحق أبدا في التصرف مع إخواننا المهاجرين بصورة مشددة تصيبهم بطرابات جديدة بدلا من حل مشاكلهم ومساعدتهم بعض تصرفات المقيمين في تلك المدن تجاه المهاجرين لا تليقوا أبدا عشنا قبل ذلك هجرة كبيرة مثل هذه بعد حروب البلقان لكن لم نشاهد مثل تلك التصرفات فماذا حصل لنا؟ أي قيم عليا فقدناها حتى وصلنا إلى هذا الوضع؟ وعن شريحة الشباب السوري والطريقة التي قد يختارها البعض منهم لمواجهة الموت والألم والدمار نشر موقع العربي الجديد مقالا للدكتورة هيفاء بيطار بعنوان هذا الإدمان بين الشباب السوري جاء فيه لم يعد ممكن السكوت على ظاهرة إدمان المخدرات لدى الشباب السوريين وتجاهلها وهي ظاهرة تتفاقم بسرعة وتنتشر كالنار في الهشم وأهم أسباب انتشار الإدمان على المخدرات هي انسداد أفق المستقبل وانعدام الأمل بإيجاد فرص عمل أو حياة آمنة بسبب الأزمة السورية الفائقة الصعوبة واضطر قسم كبير من الشباب إلى ترك دراستهم أو خسارة عملهم والنزوح لكن هؤلاء الشباب يقدمون كأضاح العيد في حرب قذرة وقد كان للحظ بحكم عمل طبيبة أن ألتقي بشبان عديدين أدمن المخدرات وقد قال لأحد الشباب المدمنين سبعة من أصدقائي ماتوا وأخرج رزمة ورقية من جيبه وعرض أمام أوراق نعيهم وقد تحولوا برمشة عين إلى الشهداء الأبطال أي متانة نفسية خارقة يجب أن يمتلك هذا الشاب لكي لا يسقط في مطب تخدير آلم الروحي بالمخدرات ولكي يتحمل عضات الألم التي لا ترحم بفقدانه سبعة من أصدقائه لعله يشعر أن دوره قادم ولا محالة وأن المستقبل المؤكد في بلد القتل اليومي سوريا هو الموت أصبحت هناك مقاهن معروفة في اللاذقية وغيرها من المحافظات السورية يتجمع فيها الشباب السوريون ويتعاطون المخدرات وقد نبه إلى هذه الظاهرة رجال دينا عديدون طلبوا من الأهالي مراقبة أولادهم ومحاولة وقايتهم من الانجراف في هوية الإدمان لا أبرر ظاهرة إدمان المخدرات لدى الشباب السوريين أبدا كنت أتمنى أن يكونوا جبابرة وأن لا تهزمهم الحياة ووحشية الواقع وقسوة الظروف وسخاء الموت السخاء الوحيد المتوفر في سوريا لكن للأسف الإنسان ليس جبارا وطاقة الشباب تحتاج مية عهدها ويؤمن لها فرص النمو والإبداع والعطاء فرص الاستمرار وليس أن يقصف العمر برصاصة وأن تموت الأحلام وسط مهرجان موت الشبان وهم لا يزالون برعا يقولون شر البلية ما يضحك يطل علينا أحد أبواق النظام السوري بكل براءة مستهجنا تقدم داعش وفي هذا السياق نشرت صحيفة الشرق الأوسط وقال لطارق الحميد بعنوان بشار الأسد يريد استثمار داعش عندما تشاهد المستشارة الإعلامية لبشار الأسد بثينا شعبان تتحدث على الشبكة CNN عن خطر داعش وهي تمثل نظام لا يقل قطورة وإدجاما عن داعش نفسها الغريب أن شعبان تحذر من خطر داعش على المنطقة والإنسانية بينما الحقائق تقول إن داعش نمت تحت أنظار نظام الأسد الذي أخرج قياداتها من السجون ولم يقاتلها إلا الآن وبعد أن تحرك الأمريكيون ضد داعش في العراق الواضح اليوم أن الأسد يعتقد أنه قد حان وقت قطاف الاستثمار في داعش للقول بأنه هو ضحية التطرف والمتطرفين وهذه لعبة أسدية مكشوفة منذ اندلاع الثورة والحقيقة المعلومة هي أن الأسد لم يواجه داعش من قبل وكتبت وكالة رويترز عن استهداف نظام الأسد لتنظيم داعش مؤخراً ما نصه وحتى الصيف الحالي لم تكن قوات الأسد قد استهدفت تنظيم داعش وسمح هذا للجماعة بأن تنمو وأدى إلى إضعاف الجماعات المعارضة وهذا تماماً ما فعله الأسد الذي يحاول الآن استثمار الخوف الدولي من داعش لمصلحته فالواضح أن الأسد أراد أن يقلب الطاولة على الأمريكيين خصوصاً عندما تردد أن التفكير الأمريكي حيال الأزمة السورية هو أن سوريا باتت تشكل منطقة تجمع كل الذباب أي المتطرفين وبالتالي فإما أن يستنزف المتطرفون أنفسهم بالمعارك وخلفهم إيران أو أنه سيسهل ضربهم في مكان تجمعهم بحسب طريقة التفكير الأمريكية في حينه ويبدو أن الأسد التقط هذه الفكرة ليحولها إلى مصلحته وذلك بجعل داعش تقاتل النصرة ويتفرغ هو لضرب الجيش الحر وتصفية المعارضين وليظهر الأسد بمظهر الضحية أمام العالم وبالتالي فإما أن يدمر خصومه بعضهم البعض أو أنه يتمكن من استثمار لحظة تحول سياسية كبرى في المنطقة للانقضاض على خصومه بدعم دولي يضمن له تحقيق بعض المكاسب وهذا ما يحاول الأسد فعله الآن تحديدا وهو الأمر الذي لا يمكن أن يتم إلا إذا كان المجتمع الدولي قد بلغ هذا الحد من السداجة مشاهدنا الكرام ما الذي يدفعه الغرب والمجتمع الدولي ثامنا لهذه السداجة المتعمدة غالبا هم الأبرياء كالصحفيين الذين يحاولون نقل الحقيقة حيث نشرت صحيفة الواشنطن بوست بعنوان الدولة الإسلامية تدعي إعدام الصحفي الأمريكي جيمس فولي أعلنت حركة الدولة الإسلامية أنها قطعت رأس المصور الصحفي الأمريكي ردا على الهجمات الجوية في العراق وقال في شريط فيديو نشر على موقع يوتيوب هدف إلى إظهار تنفيذ حكم الإعدام بحق جيمس فولي بعد أن قرأ بيانا سم فيه الحكومة الأمريكية بـ حكومة بلادي هم القتلة الحقيقيون السجل الثاني يعتقد أن يكون جويل سوتلوف وهو أيضا صحفي أمريكي ظهر في شريط الفيديو والذي اختفى بينما كان يغطي الحرب في سوريا الجلاد الذي كان ملثما ونطق باللغة الإنجليزية مع ما يبدو كأنه لكنة بريطانية يحدد سوتلوف ويقول إن حياة هذا المواطن الأمريكي يعتمد على قرارك القادم يا أوباما وقال مسؤولون أمريكيون كبار ومنهم مسؤول الاستخبارات الأمريكية أن الفيديو هو صحيح ولكن لا يزال التأكد منه جريا المدنيون كالعادة هم يدفع الثمن ويتحولون إلى ضحايا لتلك الحروب حيث نشرت صحيفة اللوموند الفرنسية تحت عنوان الحروب في الشرق الأوسط تتسبب في نزوح اللاجئ نزح أكثر من تسعة ملايين لاجئ من مواطنهم في سوريا والعراق منذ بداية هجمات تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام الذين سيطروا على الأنبار بعد تراجع قوتهم في سوريا غير أن مقاتلي داعش سيطروا الأسبوع الماضي على العديد من القرى المحيطة بحلب في محاولة للسيطرة على شمال سوريا ويعاني الجيش السوري الحر من مواجهة مقاتلي داعش من جهة وقوات النظام من جهة أخرى ويقول حسام مرعي المتحدث باسم الجيش الحر إن الوضع حرج جدا ويجب علينا أن نكافح ضد عدوين في آنا واحد ونحن نخشى أن تعاني حلب نفس مصير حمص ويعاني سكان المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش من عمليات قتل وحشي واغتصاب للنساء لما يدفع السكان للنزوح من مواطنهم قبل دخول مقاتلي داعش إليها فهل يفلح الكلام في مواجهة تمدد هذا التنظيم الإرهابي داعش فكريا وعقائديا؟ في هذا السياق نشرت صحيفة القبس الكويتية تحت عنوان مفتي السعودية داعش والقاعدة العدو الأول للإسلام جاء فيه أكد مفتي عام السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ أن الفكرة المتطرفة والأعمال الإرهابية التي ينفذها تنظيمات دولة الإسلامية والقاعدة هي العدو الأول لإسلام وأكد في بيان رسمي أن أفكار التطرف والتشدد والإرهاب التي تفسد في الأرض وتهلك الحرثة والنسل ليست من الإسلام في شيء بل هي عدو الإسلام الأول والمسلمون هم أول ضحاياها واعتبر مفتي المملكة أن الجماعات المتطرفة هي امتداد للخوارج داعيا إلى توحيد الجهود وتنسيقها تربويا وتعليميا ودعويا وتنمويا لتعزيز فكر الوسطية وهذه ثاني دعوة من كبار علماء المسلمين لمواجهة داعش وتفريعة القاعدة ومخاطرها مشاهدين الكرام ولكن ما الذي يدفع أنقرة للصمت تجاه داعش؟ للإجابة على هذا التساؤل نشرت صحيفة مليت التركية مقال لسامي كوهين بعنوان داعش ومعضلة أنقرة جاء فيه ظهرت في الآوينة الأخيرة مبادرات دولية لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية وذلك من خلال القرارات التي اتخذتها كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تتزاعم قائمة الدول التي أعلنت حربها على داعش والطائرات الحربية الأمريكية هي التي تقصف المواقع التي يتمركز فيها عناصر تنظيم الدولة الإسلامية وقوات البشمرقة تحارب الجهاديين وتسعى لاستعادة المناطق ذات الأهمية استراتيجية التي كانوا يسيطرون عليها من جانبها تقوم كل من فرنسا وبعض الدول الأوروبية بدعم الأكراد من خلال تقديم المزيد من السلاح المتطور لهم أما الجيش الإيراني فيقوم بعرض نفسه من خلال دعمه للقوات العراقية تأتي تركيا على رأس الدول التي تبدي قلقها من انتشار هذا التنظيم لسيما أن التنظيم قام باعتقال 49 مواطنا تركيا كانوا يعملون في القنصلية التركية في الموصل منذ شهرين ومن خلال استمرار عملية خطف الرهائن الأتراك يكون تنظيم الدولة قد بيّن النواياه تجاه تركيا وفي حين أن الكثير من دول العالم تبدي استياءها من ممارسات داعش سواء بالتنديد أو بتنفيذ ضربات عسكرية مباشرة تلتزم أنقر الصمت حيال جرائم هذا التنظيم ولعلى السبب الرئيسي في موقف أنقر هذا هو الخوف على سلامة الرهائن الأتراك الذين تم اختطافهم قبل شهرين من قبل عناصر التنظيم وفي الواقع تدعم السياسة الخارجية التركية التحالفات ضد داعش لكن مسألة الرهائن ترغم الحكومة التركية على التزام الصمت وعدم التخول في هذه التحالفات لسيما أن الرأي العام الغربي يسوده اعتقاد أن الحكومة التركية تميل إلى صف الجماعات الإسلامية المتطرفة وعلى تركيا كانت تساعد هذه الجماعات من قبل كما أن وضع التركمان الذين فروا من ممارسات داعش في المناطق الحدودية يزيد من صعوبة الموقف التركي فهؤلاء يرون في تركيا الموقف الوحيدة لهم من بطش داعش وهذا بطبيعة الحل يزيد صعوبة الموقف التركي تجاه تنظيم الدولة أنقرة بعد دفعها للصمت أمام داعش تتحرك بقوة ضد إسرائيل وتقرر إنارة غزة هذا ما نشرته صحيفة الصباح التركية تحت عنوان تركيا ستتولى إضاءة غزة جاء فيه تواصل تركيا مد يد العون لغزة التي تعيش أحلى كأيامها وأثناء لقاء ثنائي جمع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي تانر يلدز مع وزير الطاقة الفلسطيني الدكتور عمر كتانر ذكر يلدز أنه بعد استكمال الأذونات والرخص سيتم إنشاء محطة كهربائية عائمة بطاقة 100 ميجاوات لإرسالها مباشرة إلى غزة وضف يلدز أنه بحسب الاتفاقات المبرمة فإن تركيا ستكون من المشاركين الرئيسيين بين الشركات العالمية في حال فتح عطاءة لتنفيذ أي مشروع في غزة واستطرد يلدز أن تركيا ستكون أيضا من أهم الشركات العالمية التي ستقدم مستقبلا على عمليات البحث عن الغاز والتنقيب النفطي في تلك المنطقة وحول سياسات الإدارة الإسرائيلية في منع حصول القطاع على الطاقة الكهربائية بشكل كلي أعرب يلدز عن أمله أن تراجع إسرائيل مواقفها غير الإنسانية هذه في أسرع وقت يذكر أن العدوان والقصف الإسرائيلي الأخير على القطاع استهدف كل مفاصل المنظوبة الكهربائية ما أدى إلى انقطاع الطاقة الكهربائية بشكل تام من عن غزة مشاهدين الكرام من الذي يقف وراء هذا الدور المحوري لتركيا إقليميا ومحليا؟ يجيبنا عن هذا السؤال ناصر التركماني الذي نشر مقالا في موقع السورية بعنوان وقد أصبح رئيسا جأفي كان بائعا متجولا يساعد عائلته لقبه أستاذه في المدرسة بالشيخ رجب أكمل الثانوية في مدرسة الأئمة والخطباء في اسطنبول ثم درس الاقتصاد في جامعة مرمرة طرد من الجيش لرفضه حلق شاربه لعب وأحب كرة القدم اشتغل في السياسة وأصبح رئيسا لبلدية اسطنبول وشهد بنزاهته أعدائه قبل محبه وحيث كان رئيسا لبلدية اسطنبول الكبرى دخل السجن لأنه أنشد وسجن لمدة أربعة أشهر بتهمة تأجيج التفرقة الدينية في تركيا بعد خروجه من السجن أسس معرفاقه حزب العدالة والتنمية عام 2001 وخاض الانتخابات عام 2002 ونجحوا بأغلبية ساحقة وب363 مقعدا وأصبح بذلك أردوغان رئيسا للوزراء بعد إسقاط الحكم عنه ومنذ نجاح الأول في الانتخابات ما زالت نجاحات أردوغان تتوالى بدءا من حل الأزمة الاقتصادية وتخفض نسب التضخم التي كانت تقود تركيا قبل أردوغان نحو الإفلاس وقضى على إمبراطورية الفساد التي كان يقودها بعض رجال الأعمال الأتراك فيما بعد عمل أردوغان على حل مشكلة الحجاب لسماح بارتداء الحجاب في المدارس والجامعات والمؤسسات العامة في الدولة فيما بعد استهدفت الإصلاحات تقييد صلاحيات القادة العسكريين الكبار ورفع وصايتهم عن المؤسسة التنفيذية في الفترة اللاحقة حكم أردوغان لتركيا في الفترة اللاحقة من حكم أردوغان لتركيا فتح ملف الأكراد وأجر الكثير من الإصلاحات في القوانين التي تسمح للأكراد بالتمتع وممارسة حقوقهم القومية ضمن إصار الدولة التركية كل هذه الملفات التي كانت علقة تضعف تركيا وتشتت قواها الذاتية أردوغان وحزبه آمنوا بأن الديمقراطية والعدالة هي التي تحقق وحدة وقوة تركيا قبل أي شيء آخر نعم تركيا تتغير كما يردد أردوغان دائما تتغير وفق سياسة خدمة المواطن دون النظر الانتمائه السياسي أو الطائفي أو الديني حاضنا كل الشعب التركي تحت سلطة العلم الأحمر الذي يرفرف مزينا بالنجمة والهلل رمز القوة والعزة عند الأتراك عبر التاريخ بهذا المشاهدين الكرام تنتهي حلقتنا من حديث الصحافة لهذا اليوم أشكر لكم حسن متابعتكم نلتقي مجددا بعد غد إن شاء الله دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر